الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين وأنزل على عبده الكتاب المُبين هُدًا ورحمةً وبُشرًا للمسلمين أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزَّاق ذو القوة المتين وأشهد أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه المبعوثُ رحمةً للعالمين اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله الطيِّبين الطاهرين وصحابته الغُرِّ الميَّمين والتابعين ومن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعدُ فاتَّقوا الله عباد الله واسلُكوا سبيل كل تقيٍّ أواه آخِذٍ من دنياه لأخرى مُبتغٍ رضا ربِّه ومولاه مؤثرٍ له مؤثرٍ له على حُضوض نفسه وهواه عباد الله إن من من لله الرؤوف بعباده اللطيف بهم المتودِّد إليهم بألوان النعم أن يأمرهم بكل خيرٍ تسعدُ به نفوسُهم وتطمئنُ به قلوبُهم وتطيبُ به حياتُهم ويكونُ به فوزُهم وفلاحُهم في دنياهم وأخراهم وإن من أعظم ذلك نفعا وأقواه وأبقاه أثرا ثلاثة أوامر ربانية اجتملت عليها آيةٌ في كتاب الله جمعت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات في المأمورات والمنهيات كافةً حتى لم تبقى حسنةٌ إلا حوتها ولا فضيلةٌ إلا أرشدت إليها ولا مكرمةٌ إلا أتت عليها ونبَّهت إليها إذ هي تُرسي قواعد المُعاملة مع الخلق جميعًا وتوضِح طُرُق الإحسان إليهم والإسعاد لهم وتدلُّ على سبيل السلامة من شرور ذوي الشر منهم وذلك في قوله عزَّ اسمه مخاطبًا أشرف خلقه وأكرم رُسُله صلواتُ الله وسلامُه عليه خُذِ العفوَ وأمُر بالعُرف وأعرِض عن الجاهلين فابتدأ سبحانه بأمره أن يأخُذ من أخلاق الناس وأعمالهم ما سهُل عليهم قوله وخفَّ عليهم وتيسَّر فعله وما سمحت به نفوسهم وبلغته طاقتهم من غير تضييقٍ ولا استقصاء بطلَب الأكمل الأتم بالبحث في البواطن رفعًا للحرج ودفعًا للعنَت ثم الأمرُ بالعُرف وهو كلُّ معروفٍ تعرفُه العقول السليمة وتُقِرُّ بحُسنِه ونفعِه وأعلاه توحيد الله تعالى وكلُّ ما أمر به سبحانه من الأعمال أو ندَب إليه كما رجَّح ابنُ جريرٍ رحمه الله ومنه صِلَةُ من قطَع وإعطاءُ من حرَم والعفُّ عن من ظلم عباد الله ولما كان أذى الجاهلين أمراً محتومًا لا بدَّ منه ولا سبيل إلى منعه جاء الأمر الثالث بالإعراض عن الجاهلين فلا يُقابِلُ جهلَهم بمثله انتقامًا لنفسه وشفاءً لغيظِه بل يصبرُ على أذاهم ويحلُم عنهم وتلك هي الحالُ الحُسنَى والطريقةُ المُثلى التي كان عليها نبيُّ الرحمة والهُدى صلواتُ الله وسلامُه عليه مع أوليائِه وأعدائِه استجابةً منه لأمر الله فإن الله تعالى كما قال ابن القيِّم رحمه الله إن الله أمارَه أن يصبِرَ نفسَه مع الذين يدعون ربَّهم مع الذين يدعون ربَّهم بالغدَاة والعشِي يُريدون وجهه وأن لا تعدُوَ عيناه عنهم وأمرَه أن يعفُوا عنهم ويستغفِرَ لهم ويُشاورَهم في الأمر وأن يُصلِّيَ عليهم وأمرَه أن يهجُرَ من عصاه وتخلَّفَ عنه حتى يتوبَ ويراجِع طاعتَه كما هجرَ الثلاثةَ الذين خُلِّفُوا وأمرَه أن يُقيمَ الحدودَ على من أتى موجِباتِها منهم وأن يكونُوا عندَه في ذلك سواءَ شريفُهم ودنيؤُهم وأمرَه عزَّ وجل في دفعِ عدوِّه من شياطين الإنس بأن يدفَعَ باللَّتي هي أحسنًا فيُقابِلَ إِسَاءَةَ من أساءَ إليه بالإحسان وجَهْلَه بالحِلم وظُلْمَه بالعفو وقطيعَته بالصلَة وأخبرَه أنه إن فعلَ ذلك عادَ عدُوُّه كأنَّه وليٌّ حميم وأمرَه في دفعِ عدوِّه من شياطين الجن بالاستِعادة بالله منهم وجمَعَ له هذين الأمرَين في ثلاثة مواضِع من القرآن فقال سبحانه خُذِ العفوَ وأمُر بالعُرفِ وأعرِض عن الجاهِلين وإما ينزَغَنَّكَ من الشيطان نزغٌ فاستعِذ بالله إنه سميعٌ عليم فأمرَ سبحانه نبيَّه صلى الله عليه وسلم باتِّقاء شرِّ الجاهلين بالإعراض عنهم وباتِّقاء شرِّ الشيطان بالاستِعادة منه وجمَعَ له في هذه الآية مكارِمَ الأخلاق والشِيمَ كلَّها والمُطاعُ يا عباد الله له مع الناس ثلاثة أحوال فإنه لا بدَّ له من حقٍ عليهم يلزمُهم القيامُ به يلزمُهم القيامُ به ومن أمرٍ يأمرُهم به ولا بدَّ من تفريطٍ وعدوانٍ يقعُ منهم في حقِّه فأُمِرَ أن يأخُذَ من الحقِّ الذي عليهم ما طوَّعت به أنفُسهم وسامَحَت به وسهُلَ عليهم ولم يشُق وهو العفو الذي لا يلحَقُهم ببذلِه ضررٌ ولا مشقَّة وأُمِرَ أن يأمُرَهم بالعُرف وإذا أمرَ به أن يأمُرَ بالمعروف أيضاً لا بالعُنف والغِلظة وأمرَه أن يُقابِلَ جَهْلَ الجاهِلين منهم بالإعراض عنه دون أن يُقابِله بمثله وبذلك يكتفي شرَّهم فقال عز وجل قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اذْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحنُ أعلمُ بما يصِفُون وقلْ رَبِّ أعوذُ بكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ وقال سبحانه وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ اِرْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمٌ فهذه سيرته صلى الله عليه وسلم مع أهل الأرض إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم وبه تكون القُدوة عليه الصلاة والسلام في كل ذلك كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الكريم المنان أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربُّ الثقلين من إنسٍ وجان وأشهد أن سيدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه سيِّدُ ولدِ عدنان اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِه والتابعين ومن تبِعَهم بإحسان أما بعدُ فيا عباد الله إن الإعراض عن الجاهلين وهم السفهاء بتركِ معاشرتهم وعدمِ مماراتهم ولا علاجة أقوى لأذاهم وأدحروا لعدوانهم وأشدُّ على قلوبهم من الإعراض عنهم وإنما يجبُ هذا الإعراض كما قال أهل العلم لأنهم لا يطلُبون الحقَّ إذا فقدوه ولا يأخُذون فيما يُخالِفُ أهواءهم إذا وجدُوه ولا يرعون عهدًا ولا يحفظون وُدَّا ولا يشكرون من النعمة إلا ما اتَّصل مددُه فإذا انقطعَ أعادَ الشُّكرُ كُفرًا واستحالَ المدحُو ذمَّا والوصلُ هجرًا والودُّ بُغضًا فاتَّقوا الله عباد الله ولتكن الاستجابة لأوامر الله بأخذ العفو والأمر بالعُرف والإعراض عن الجاهلين أحسن ما تعتدُّونه لكل نيل كل خيرٍ ودفع كل شر والسعادة في الدنيا والفوز والفلاح والرفعة في الآخرة واذكرُوا على الدوام أن الله تعالى قد أمرَكم بالصلاة والسلام على خير الورى فقال جل وعلا إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلِّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكرٍ وعمر عُثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعنَّا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين واحمِ حوزة الدين وانصُر عبادك الموحِّدين واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا وسائرَ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمُرنا وأيِّد بالحقِّ إمامنا ووليَّ أمرنا وهيِّئ له البطانة الصالحة ووفِّقه لما تحبُّ وترضَى يا سميع الدُعاء اللهم ووفِّقه ووليَّ عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجعُ يوم المعاد اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي وعِصمَةُ أمرنا وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا وأصلِح لنا آخرتَنا التي فيها معادُنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير واجعل الموت راحةً لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتَنا في الأمور كلها وأجِرنا من خِزِّ الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذُ بك من زوال نعمتِك وتحوُّل عافيتِك وفُجاءة نقمتِك وجميع سخطِك اللهم زِدنا ولا تنقُصنا وأعطِنا ولا تحرِمنا وأكرِمنا ولا تُهِنَّا وآثِرنا ولا تؤثِر علينا اللهم اشفِ مرَّانا وارحم موتانا وبلِّغنا فيما يُرضِيك آمالنا واختم بالبقياتِ الصالحَاتِ أعمالَنا اللهم اكفِنا أعداءك وأعداءنا بما شئتَ يا رب العالمين اللهم اكفِنا أعداءَكَ وأعداءَنا بما شئتَ يا رب العالمين اللهم إِنَّا نِجْعَلُكَ في نُحُورِهم ونعوذُ بك من شرورهم اللهم إِنَّا نَجْعَلُكَ في نُحُورِهم ونعوذُ بك من شرورهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنا عذابَ النار وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدِك ورسولِك نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعين والحمدُ لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بالطبع بالطبع السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله